السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? يا رب يكونوا في افضل حال يا رب يكونوا متباين معنا الفيديوهات. عارف جدا ان الفيديو يتأخر عن اللي فات تريبا بسبع ايام او تسع ايام كمان. اه لك ولو الاسف الظروف خارجي عن قراطي. اه هنتكلم النهاردة ان شاء الله على او ما يطلق عليه في عالم النيكسز على او اسمه تكنولوجي في بي سي هنسمعها كتير جدا في عالم النيكسز. هتقول ليا شوانت بس احنا الفيديو اللي فات تكلمنا عن وكنا اه خلاص اقولنا ان احنا قفلنا جزء النيكسز. اه هقول لك اه معلش يعني تقدر تقول ان ده سهو مني. اه لما غيرنا الكتابة نحنا كلنا بنشتغل من ستيودينت جايد وقلنا بعد كده نشتغل اه كان الفي بي سي ترتيبه مختلف فما جاش في الليست. اه فانا افضل ان احنا قبل ما نتعمق اه بقوة الفايبر تشانل والامدي اس والاة والاة انفارمينتل استوريج. خلينا نخلص جزء الفي بي سي هو جزء سهلي جدا. لكن تكنولوجي مهمة جدا جدا في نفس الوقت. هنرجع معاها برضو في عالم الكتاليست تكنولوجي اه موازية ليها اسمها الفي ساس. خلينا نشوف الاجنده بتاعتنا اليوم اه هنعرف اول ايه هو الفي بي سي. اه مهم جدا انه نبقي عارف ليه الفي بي سي وبالتالي عشان اعرف ليه الفي بي سي دايما سؤال واي ده او ليه الشيء ده انا هستخدمه او ليه اختر عنها من الاساس اه الاجابة عليه هي المعوقات اللي وجهتنا زمان فاضطرنا ان احنا نوجد تكنولوجي جديدة فهنتكلم في الهيستري ده اه ونتكلم عن التكنولوجي نفسها وازاي تطورت وبعد كده هنتكلم في الترمز او المصطلحات الخاصة بالفي بي سي وازاي بيستخدم واخيرا جزء الكونفجريشن هنشوف اكزامبل ليه زي ما احنا عارفين ما عندناش تطبيق على اه نكسس واتفقنا ان احنا هنعمل لاباتنا كلها مرة واحدة اه على رينتال راكس هنعملها اه مع بعض كده اه فهنشوف الكونفجريشن اكزامبل وهنوضحها اه بكل التفاصيل بتاعتها لحين ما ييجي اللاب نطبقها مع بعض وهيبقى في فيديو مسجل ان شاء الله اه واحاول قدر الامكان انا اه احدده قبلها بحيث انه يكون انتر اكتف نقدر ندخل في ويبق سيسيشن مثلا اه نعمل كلنا مع بعض خلينا نتحرك مع بعض ايه هو الفي بي سي اه الرسمة دي بسيطة جدا على قد ما هي اه صغيرة لكن محتاجين ان احنا نجيب الرسام بتاعنا عشان نقدر نشوفها اه بالمصطلح او بالطريقة اللي هو الكتاب عايزنا نشوفها بيه فنقدر نقول ان احنا عندنا في اي ديزاين في النتورك بتاعتنا كانت النتورك بتتعمل بالمنظر ده بيكون عندنا اه كور سويتش واحد كور سويتش تو مزبوط كده وفي تو لينكس ما بينهم وهنفطر ان ده اكسس سويتش ده الاكسس سويتش عادي خالص بيوصل بتو كور سويتش كان بيبقى عندي هنا اه السيرفرز بتاعتي ولي يكون انا عادي سيرفر هنا وده سيرفر تاني وهكذا ده ايه سيرفر تالت او رابع اوكي دي السيرفرز بتاعتي اه والله الاتنين دول في في الان عشرين طيب اه اه لو نفتكر مع بعض كده ان الديفولت ديزاين بتاعي ان السري سويتش دول لما يجي ويشتغلوا مع بعض ازا لير تو طبعا الانترفيز دي في الغالب بتكون ترانك دي ترانك ودي ترانك اه بيحصل ما بينه ايليكشن في الاسبانينج تري ما ينفعش يبقى فيه لوب نتورك كده فسويتش ده بيختار مسلا سي طبعا بعد الاليكشن ده هيكون الروت بريج مسلا وده هيكون الساكندري فبالتالي اللينك دي هتبقى روت فورورد ودي هتكون روت فورورد مثلا ودي هتبقى بلوك ودي تزيجنيتد فورورد وتفر اللي هيحصل ان احنا هيحصل ايه هيبقى فيه مسار واحد بس اكتف خلينا نقول انه هو على سبيل المسال اللينك ده هيكون هو الفوروردينج واللينك ده هيكون ايه ديسيبل صح ففي الحالة دي احنا كده بنضيع نص الريسورس بتاعت الناتورك بتاعي تلاحظ ان انت شاري هنا كور سويتش تمنو اكس من الفلوس زائد ديني لينكات زائد ديني بورتس في الغالب بكون تين جي لان احنا بنتكلم من الوقتي على السيرفر فارم دي سيرفرز ولاي سات يوزرز نفس المسال على فكرة ينطبق لليوزرز فهتقولي طب اوكي بش ماندس احنا ممكن نعمل لود بلانسينج بطريقة ما عملية اللي هي ايه اه ديستريبيت دي لود امانج توسويشز بالنسبة للفيلانز يعني انا ممكن اعمل الراجل ده روت بريج الفيلان عشرة كبرايمري وده يكون الراجل روت بريج الفيلان كام عشرين كبرايمري ويكون ده للعشرين وده ساكندري الكام للعشرة وبالتاقي التولينك هيقوم مستخدمين طيب تقدر تقول ان ده مش هيقدر يوفي معاك كل الكيس لان وارد جدا يكون كل السيرفرز اللي على الاكسس سويتش ده كلها سينجل فيلان يعني فيلان عشرة مثلا ففي الحالة دي هي سينجل لينك اللي هكون مستخدمها هاويفر ان كانت الكيس بتاعتي انا محتاج استخدم التو سويتشز في نفس الوقت وبالتالي يعطيني لود بلانسينج وفي نفس الوقت at the same time يكون في عندي فيلوفر اوكي او اللي هو بنسميها اتش اي اني لو في لينكا فيلد اللي انتحرك على اللينك التاني اوتوماتيك لاحظ انك لو انت عملت سيناريو التوزيع الفيلانس على التو سويتشز كروب برايميري وروت برايميري لنص الفيلانس في جزئية الفيلوفر فيه time يعني سواء بقى ان ده دا دايريكت فيلير او ان دايريكت فيلير تقدر ترجع لها في كورس سيسي انبي سويتشينج وطبعا تبع نوع المستخدم في الناتورك دي فهيكون في داون تايم في النص اوكي مفيش مشكلة لهو بالساكن بس انا عايز اوصل ان عملية الفيلوفر مايبقاش فيها مشكلة ولو ميلي ساكن فالكلام دا نقدر نتكلم فيه ان هو هنستخدم تكنولوجي مشتقة من البورت شانل بورت شانل حد فاكري بورت شانل ايه هي البورت شانل لما كان يبقى عندي تو سويتشز كده بجيب تو لينكس مع بعض بعمل لهم بنضل مع بعض كده كأنهم ايه وان لينك صح وبتاقي لو في لينكة طارت الا يحصل الترافيك هيفضل يمشي على اللينكة التانية هو دا نفس السيناريو اللي هنعمله بس على تو ديفرنت سويتشز ازاي خلينا نرسم الرسمة مرة تانية تيجي من الاول كده وهيبقى السيناريو ان دا عندي كور واحد كور اثنين ودر اكسس سويتش او كده طبعا مقدرش اعمل اللينكة دي واللينكة دي مع بعض توب ان هي بورت شانل واحد ليه لانهم راحيني تو ديفرنت سويتشز ككنترول بلين بورتكول ال ال اي سي بي لو بورتكول المسؤولة عن البورت شانل النيجوشييشنز تعته مش هتمشي اكروس التو سويتشز مع بعض كده صح ففي الحالة دي قالك هنعمل ايه هنستخدم تكنولوج اسمها الفي بي سي يبقى هي في الاساس هي بورت شانل بصضفنا عليها كلمة فيرجوال بتعمل كومباين للتو سويتشز دول ركز معايا كده كأنهم وان سويتش يبقى تخيل السويتشين دول كأنهم ايه وان سويتش يبقى الرسمة الجديدة هتبقى بالمنظر ده لو جينا قلنا كده هيبقى سي وان و سي تو كأنهم بص لاحظ ان هو انا هعملها كده فيرجوال بقى سي وان سي تو كأنهم ايه وان سويتش وفي الحالة دي ال اكسس سويتش هنا وطبعا كان فيه لينكه كده وكان فيه لينكه كده صح طالما ان الاتنين دول فيرجوالي بقى وان سويتش اقدر اعمل دي ايه بورت شانل صح وبالتالي يبقى لوت بالانس عادي جدا زي اللي تعلمتها في سي سين ايه و سي سين بي راوتنج عادي جدا اوكي طبعا نقدر اعمل للينكات دي لتمن لينكات وكمان فيه بعض الاي او اس في نكسس فايف كي نقدر اوصل لستاشر لينكة في البورت شانل الواحد اوكي مش ده المشكلة بتاعتنا دلوقتي ولا 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 عايزين نفتح فيها دلوقتي اللي احنا عارفينها من سي سين بي راوتنج اند سويتش طالما ان الاتنين دول اصبحهم اللي هما تو كور سويتش دول وبالتالي دي اصبح بورت شانل هيظهر عندي مشكلتين رئيسيتين هي مشكلة الكنترول بلين و مشكلة الديتا بلين اوكي معنش يا جماعة خطي سيئ جدا بس مش مشكلة هنشوف مشكلة الكنترول بلين هنحلها ازاي ان احنا تو سويتشز يعني كسباننج تري كبعادات نين بريتج اي دي باتنين بريوريتي باتنين ماك ادرس في الاسي بي عندنا حاجة اسمه سيستم اي دي في الاتش اس ار بي والفي ار ار بي بيبقى في نيجشياشن بفي فرجو الاي بي وكل واحد بياخد اي بي ادرس هنادرس الكلام ده كله ازاي بلاس كمان ارجع بقى للجزء اللي تحت اللي هو زي الاربي تابل و الماك ادرس تابل ازاي هنتعلم الماك ادرس تابل اوكي و ازاي هنفورورد الديتا بتاعتنا على التو كور سويتشز دول وهم معمولين بورت شانل اوكي فهو نقدر نقول ان بتلخيص البورت شانل كتكنولوجي هتعمل لي كومباين او لوجيكال وان سويتش من تو سويتشز وبالتالي يقدر استفيد من الهاي افيلابيليتي وتوزيع اللود على التو سويتشز بتوعي طيب مش لازم على فكرة يكون ده اكسس سويتش وارج جدا يكون ده سيرفر اساسا يعني السيرفر وارج جدا يكون واصل بتو سويتشز زي ما هنشوف الرسمة الجاية الفي بي سي هي تطوير تكنولوجي طبعا الفي بي سي هي في النكسس سويتشز نكسز زي من اسم الفيديو نحن شغليين في النكسس السويتشز اللي تعطي الكمباس داتا سنتر اسمهه كتاليست صح كده الكتاليست سويتشز زي الفور 5500 والسيكس 500 والسيكس 800 التكنولوجي ده الموديلر سويتشز في الكتاليست اللي هما الكبار كان التكنولوجي زمان فيها اسمهة VSS برضو كانت اني تو سويتشز عملون كمباين ازا one virtual switch ده بالنسبة للموديولر switches طب كان عندنا switchات fixed fixed يعني ما فهش lying cards بتتحط زي 3750 وال3850 على سبيل المثال و two switches عاديين جدا خالص اوكي up to eight ببقى في back to back كابل زي كده اسمه stacking stack cable اوكي تقدر طبعا تسرش على الانترنت وتشوف صور الا stacking وصور الفيسس اوكي و vbc two switches عاديين و cable fiber انما الا stack هو الغريب شوية في الكابلز بتاعته يبقى الا stacking في الفيكس سويتش ال 37 وال3850 وفيه طبعا في 2960 با دو يعني ال 2960 فيها stacking برضو نرجع مرة تانية نقول هنا ان احنا نقدر نعمل ايه نفس التكنولوجي نcombine virtual switch maximum في vss two switches في الا stack up to eight switches في ال vbc up to two switches برضو يبقى ال vbc امتداد ال vss بماكسموم كام two switches هتقول لي طب الله طبعا كده الا stack احسن افتكر ان الا stack اذا كان fixed switches اقصى عدد ports في 3750 هو 48 ports وكذلك في 38 اوكي فانت ماكسموم تقدر تكمبين 48 في كام في 8 اجمال ports الممكن يكون في 1 بس صح كده انما في ال نيكسز انا عندي 7k موديول انا عندي من 7k ده 18 موديول يعني 16 موديول كل موديول ممكن يكون 48 بورت اوكي فاذن 16 في 48 ده 1 تضرب في 2 يكون ايه ده اجمال عدد الموجود عندك في 1 vbc domain اوكي فده كده معادلة بسيطة نرجع مرة تانية للرسمة بتاعتنا ونحكي نقول ان ال vbc الرسمة البسيطة في non vbc هيكون link disabled و link enabled لكن في سيناريو vbc هتكون toolings enabled وتوزيع اللود بناء على الهاش algorithm الخاصة بالaggregation protocol زي lcb طبعا ما انت عاملها بقى mac او destination mac او source ip او او مبين اي اتنين مع بعض الكلام ده كله موجود في نروح بعد كده مع بعض ل terms vbc و ازاي بيقوم والكلام ده بيحصل عندي طيب اه شايفين الرسمة دي انا هجيب رسمة simple اصادها كده او ممكن ناخد دي ctrl c كده ونحط ها هنا الرسمة دي يا جماعة عشان بس الناس اللي بتذاكر من الكتاب انا لي عملت كده طيب الرسمة اللي احنا شايفين ها دي two switches زي ما احنا شايفين هم C1 وC2 وده اتنين access switches انا هاخد واحد على سبيل المثال منهم اهو access واحد وده access اتنين طيب مبدأ احنا هنعمل VBC ما بين اي two switches يعني الاتنين دول ممكن يكونوا VBC وعلى فكرة الاتنين دول ممكن نعم بينهم VBC هتبقى الرسمة الاخيرة كأنها ايه بص كده C1 C2 وده كأنه برضو A1 A2 صح كده اه في cable كده وكيبل كده ودول port channel وده نفس القصة كده وهي عبارة عن port channel يبقى الرسمة الاخيرة هتبقى كأن بالظبط عندي ده core layer وده access layer كأن عندي كده four links صح ودول طبعا two switches دول two switches خلينا في السيناريو سواء كان up stream او اللي هو C level او core level VBC ونفس السيناريو عندنا VBC ثانية موجودة لشان السيرفرات هتقولي طب احنا عملينها في core ليه وفي السيرفرات ليه هقول لك نفس القصة انا عندي السيرفرات زي ما اتفقنا هنا ده سيرفرات اهي ده access layer كل سيرفر في الغري ما بيكون وصل ب single link بيكون وصل ب two links to upstream switches نفس القصة access switch بتاعي ال link هتبقى active وال link stand by ك spanning tree عشان محصل له فلو انا عملت بين الاثنين access switches VBC هتبقى link اكتف صح كده وده تبقى port channel نفس القصة من access للك اكتف والتاني stand by خلاص كده احنا بنوزع اللودي بقى نعموك يكون عندي multi layer VBC وهنعرف الكلام ده قدام يعني ايه بالظبط في cnb هي بقى الموضوع ده اوضح بكتير جدا تعال بقى نتكلم في المصطلحات بتاعتنا مبدئيا عشان VBC تقوم خلينا نعم control sorry ماشي نرسمها مع بعض عشان VBC تقوم اده كور واحدة وده كور اثنين مبدئيا بنجيب لازم two links ما بين two next switches لازم يكون 10G خلاص بين two switches مع بعض وبنعملهم بconfiguration VBC هنشوف الconfiguration مع بعض وبينتج عن configuration VBC مصطلحات جديدة مبدئيا الاثنين switches دول في الconfiguration لازم اقول ان الاثنين دول في VBC domain نفس الرقم اين كان رقم الdomain وليكن نختار رقم واحد بإذن في الconfiguration لازم يكون الdomain id هنا واحد والdomain id هنا رقم واحد برضو لازم يكون الdomain id identical في الاثنين طيب مبدئيا بعدما الVBC بنحدد الconfiguration دي بيكون في واحد primary والتاني secondary عشان احنا كنا هنحكي شوية في control plane و data plane ما تنساش هتهميني جدا من primary ومن secondary دلوقتي خليها على جنب دلوقتي طيب ازاي هنحدد من primary ومن secondary بناء على حاجة اسمها priority هي الافضل خلاص كده يبقى بالتالي انا لو عملت هنا واحد والpriority هنا هيكون ده primary وانا primary ويأخذ الرول وصلت كده طيب اللينك اللي بتقوم عليها الVBC مش بتشيل traffic اللينك اللي بتقوم عليها الVBC دي مش بتشيل traffic وهنعرف دلوقتي ليه لكن بيكون اسمها ايه ركز كده اسمها VBC Peerlink يبقى اول حاجة اسمها VBC Peerlink اللي هي الport channel بتاعتي اللي قومت Detection على مستوى Layer 2 لازم تكون Layer 2 وليس Layer 3 وبتكون Trunk وبيكون اللاود VLAN عليها بتاعة Access Layer نشوف مين اللي هتبقى شغالة في Access Layer وتتحط Trunk اللاود على تحط على اللاود VLAN على Trunk هنا طيب بعد ما عملنا الVBC وعرفنا اي هي الVBC Peerlink وهتشيل اي VLAN موجودة عندنا وبيتم بيها Detection لو في Failure في احد السويتش مع بعض عندنا Layer تانية من Detections او ازاي اعمل Detect لل Failure في Environment دي الDetection ده هيكون على مستوى Layer 2 عشان لو حصل ان Layer 2 سوري هيبقى Layer 3 لو Layer 2 ما عملتش Detection كويس هيحصل ايه هيكون فيما بينهم Link تانية يعني تقدر تقول دي Layer تانية من Layer 3 Layer 3 بيبعثوا على بعض بحيس انهم يعملوا Detection لو في Failure موجود في احد السويتش عن بعض هتقول ليه في اتنين Detection Method اللي هي الVPC Layer 3 Link هنجاوب عليها دلوقتي طيب وعرفنا عن ايه هو الVPC Domain طيب لما الVPC بتقوم بيكون يا جماعة من ناحية Control Plane والData Plane مختلفين شوية من ناحية الData Plane هم Two Active Switches يعني ايه Two Active Switches لو انا عندي Server هنا ده سيرفر بتاعي ده سيرفر وليس Switch يعني ده سيرفر واصل بTwo Switches دي معمولة Port Channel على Two Nick Cards خلاص ايلا هيحصل من ناحية الData Plane في Traffic هيطلع من هنا وفي Traffic هيطلع من هنا بناء على destination طبع ما انت عمل Loot Balancing algorithm بتاعتك عاملة ازاي طيب التو Switches دول من جزئية Control Plane عاملين ازاي ك Spanning 3 و LACP طيب من ناحية Control Plane مبدئيا هم Two Separated Switches يعني ده Switch وده Switch ده Access يعني ممكن Access Switch ده وتعمل Configuration Independently من Configuration بتاعت Switch ده خلاص لكن بيتم Synchronization ما بين الاثنين مع بعض على العكس الVSS يعني في الCathalyst الناس اللي اشتغلت في VSS الTwo Switch لما يخش في VSS بت manage Two Switch من One Virtual IP Address والConfiguration بتطبق على Primary وتطبق على Secondary انها ما ينفعش تخش تعمل Configuration على Secondary Switch في VPC الموضوع مختلف هما Two Independent Switches من ناحية management بس من جزء Control Plane برضو تختلف شوية يعني في Spanning Tree الSwitch ده بيكون لو Bridge ID خلاص والSwitch ده بيكون لو Bridge ده بيعمله Assign لمن للSecond ويكون نفس الاتنية نفس البي ID يعني السيرفر ده بيشوف One Switch لانه هو نفس Bridge ID خلاص نفس الpriority نفس الماك نفس كل حاجة ده لو انت استخدمت حاجة اسمها Peer Switch Option خلاص في حاجة اسمها Peer Option سبنا لو انا ما استخدمت Peer Option وده الديفولت بتاعي ان هو مش مستخدم اساسا بيحصل ان بيجنرات BID وبالتالي بيجنرات BBD بس والSecond ما بيستخدمش لبي ID طلعا نقول بي ID Assign له يعني بس مش بيجنرات اي BBD خلاص خلاص انما بيعمل اي لو رسيف بي 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 يعمل لها رلي على Switch Primary بالنسبة بيجنرات 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 طبعا Advanced في CCMB طيب ده بالنسبة من الجزئية ال Spanning Tree protocol بالنسبة لل MAC Address Table ال Switch Primary يرن مع Secondary بيجنرات بيجنرات CFS Cisco Fabric Services ايه Cisco Fabric Services ده protocol بيرن Automatic Over Ethernet بين ال Two Switches Automatic مش محتاج اي Configuration بي Synchronize الماك Address Table ما بين Primary Secondary وبي Synchronize مرضه الملتي Cast Snooping وبي Synchronize Configuration Stability أو Consistency بتاعت ال Configuration ما بين Code One وبين Code Two اي حاجة ليه علاقة بال Control بيكون عن طريق البرتكول اسمه ايه cfs switch ان هو باي ديفولت انابل وما انتش محتاج تعمل له configuration برضو من ضمن الحاجات اللي بعملها synchronization الارب بورتكول ما بين التو سويتشز مع بعض اوكي يبقى ده cfs بورتكول اللي بيرن اوتوماتيك ساعة ما ترن في بي سي ما بين مين ومين ما بين الاتنين بيرز كل سويتش موجود في الفي بي سي يسمى في بي سي بير ده مصطلح كلمة في بي سي بير وعندنا في بي سي دومين يلا نربوط الاتنين مع بعض كل في بي سي دومين ماكسموم ما ينفعش يبقى في اكتر من اتنين في بي سي بير يبقى لوجيكا ليه كده ما ينفعش تعمل في في بي سي واحدة اكتر من تو سويتشز يعني معنى اصح ما ينفعش اكتر من تو فيزيكال سويتشيز تو اكت ازا وان لوجيكال سويتش خلاص كده يبقى ماكسم هم اتنين بس وصلت كده يبقى ده المصطلحات اللي احنا بنحاول ايه نوضحها واحدة واحدة طيب نروح مع بعض كده عندي حاجة اسمها في بي سي ميمبر بورت بص كده شايف البورت ده خلينا نجيب لون اخضر اللي هو رايح للسيرفر او اللي هو لو جبناه في الرسمة هنا البورت ده البورت ده اللي هو رايح لسيرفر والبورت ده اللي هو رايح لنفس السيرفر ده في الغالب يو سي اس تشاسي يا جماعة يو سي اس بلايد سيرفر يعني التو بورت تقول بنسميهم في بي سي ميمبر بورت تمام طيب وصلت يبقى التو بورت تقول بنسميهم في بي سي ميمبر بورت من ناحية السويتش طيب التو بورت بتوع السويتش بتوع السيرفر لما عملوا بورت شانل مع بعض بي كاريتوا حاجة اسمها في بي سي خلاص يبقى البورت دي كمصطلح تاخد طبعا boyd بmental assimen بتاعه هو انا بعمل الكونفيجريشن اذا لما جاهلك السيرفر ده عامل في بي سي مع تنين في بي سي في نفس الدومين اي دي اذا هو ده مصطلح البي بي سي ده الميمبر بورت ده الميمبر بورت من الجهة دي خلاص يعرفنا عن ايه ميمبر بورت ويعرفنا يعني ايه في بي سي اوكي طيب اه في بعض السيناريوز ان السيرفر ده ركز معايا كده انا عملت في بي سي يعني دخلت قلت البورت ده هو ميمبر والبورت ده ميمبر في نفس الفي بي سي وليكن اخترنا في بي سي اي دي رقم عشرة اي ان كان الرقم هنعرف الكلام ده في الكونفيجريشن والبورت ده حصله في وقت من الاوقات ان هو فيلد خلاص يعني ايه فيلد خلاص خسرت اللينكة دي البورت دي لاحظ ان هي في بي سي ميمبر بورت صح نظرتها في الفي بي سي بير التاني وقعت صح بنسمي ده أورفن بورت أورفن بورت يعني ياتيم كلمة أورفن بورت أورفن يعني ياتيم اذا انه خسر النظير بتاعه بس النظير بتاعه معمول له كونفيجريشن انه هو في بي سي أصلا بس خسرها خلاص يبقى ده بنسميه أورفن بورت السورفر ده كده في الحالة دي اسمه ايه أورفن ديفايس انه هو واصل بسينجل بير من خلاص كده يعني ده البير اهو ده البير التاني واحد منهم وقع لذلك عن طريق اللينكة طبعا او سويتش نفسه اللي وقع فبنسميه أورفن ديفايس وصلت كده طيب وارد جدا يكون عندي سيناريو تاني أورفن ديفايس اهو زي ده كده بأورفن بورت بس هو اصلا ما كانش عنده اللينكة التانية دي بس اللي حاصل ركز معايا كده اه ده اسمه أورفن بورت هتقول لي يا باش مهندس البورت اللي هنا ده اصلا مش موجوي يعني احنا ما عملناش كونفي جريش عشان نحط الراجل ده في بي سي بس هقول لك حضرتك لو عملت البورت ده كونفي جريشان في بي سي اذا يسمى أورفن وصلت كده يبقى ده خلخصنا المصطلحات بتاعت مين بتاعت الفي بي سي في الرسمة الواحدة اللي قدامنا دي عارفني يعني اورفن وزاي الاوبي سي بي بنى ككونفي جريشان الموضوع اسهل ما يكون يعني مافيش جزئية صعبة في الكونفي جريشان طيب من ناحية السيرفر كده هو طالع لتو في بي سي بي سي بيرز او اللي هو ال في بي سي دومين اللي انا رابط معاه بتبقى نورمال ايه تشانل يعني لو ده سويتش عادي كده بتخش تكونفي جريل بورت ده البورت ده في وان بورت جروبي يعني بورت شانل عادية خالص وليها configuration الطبيعية اللي انت عارفها في CCMB عادي خالص وفي الحالة دي لما هنفرقها ازاي كported channel عادية عن الported channel اللي هي في ال VBC بنسميها MAC ده مصطلح common في الماركت Multi Chassis Ether Channel Multi Chassis Ether Channel ما احنا الported channel اللي احنا عارفينها العادية اسمها Ether Channel اللي هي اسمي تاني وهو الether channel اللي انت عارفها في CCMB صح between any two switches فهي normal Ether Channel بس بقت Multi Chassis يعني راحل Chassis A و Chassis B وصلت كده ازا ده ما يخص VBC وازاي بيسينكونيزوا الحاجات دي مع بعضها الconfiguration بتاعتها straight forward مش محتاجة تعب ولا حاجة لكن اهم حاجة لازم تبقى عارف ال structure بتاعت VBC زي ما احنا قلناها كده باقي شوية حاجات بسيطة محتاجين نقولها في ال VBC هو ان ازاي الفيلوفر بيتم ولو حصل في layer ازاي بيكتشفوه مع بعض يلا تعالى ده C1 وده C2 اتفقنا مع بعض ان نديل VBC peer link وقلنا هيبقى في VBC peer keep alive صح؟ ديل keep alive واتفقنا ان هي layer 3 ازاي باش مهندس layer 3 مبدئيا بنعمل ايه؟ يبتجيب dedicated cable يعني بتجيب بورت توصله من هنا وهنا وتديله IP هنا وIP هنا وبالتالي دي تبقى link dedicated للكيبا لايفز ما بتشيلش traffic خلاص يا اما في الغالب في الغالب عشان ما نضيعش link لان في الغالب دايما ال next switch بورتاته كلها تين جي صح؟ ده اما كانش unified بورت اصلا فبالتالي انت بتضيع فلوس البورت ده البورت ده بفلوس اصلا فبنعمل ايه؟ مش كده كده ركز معي switch ده switch ده وهو switch ده عندهم بورت management صح؟ اللي احنا كلمنا فيه في الفيديو ما في اكتر من فيديو اللي هو out of band management صح؟ اللي هو اصلا بيبقى واصل بال management network في الغالب بيبقى كده خلينقول ده ال management environment واصلا كده صح؟ اوكي انا ممكن استغنى عن الكيبالايف ديديكيتد كيبل ده وانا في ال configuration بتاعة الفي بي سي بقول له ايه؟ والله الكيبالايف لينك بتاعتك اعتبرها هي الانترفيس اللي هو من المانجمنت خلاص؟ فبالتالي ده سيناريو ممكن اعمله او ممكن استخدم اي انترفيس تاني في الانفاريوم بتاعتني انه يستخدمه اذا كيبالايف لكن بقول لك ال common عشان ما نضيعش بورت بيكون في الغالب البورت ده يو تي بي وان جيجا فبنستغله هو في المانجمنت وهو عليه بيتم مين الكيبالايفز على مستوى layer 3 طيب هتقول له مش فانت بس انا برضو لسه معرفتش حتة اللي هو layer 2 كيبالايفز والlayer 3 كيبالايفز ايه الهدف منهم؟ عشان حاجة اسمها dual active detection يعني ايه dual active؟ ركز معايا كده احنا ورد جدا عندنا في الفيل ركز في الفيل مشاء الفيلير بتاعي لما يحصل في ال environment ايه هي انواع الفيليرز اللي ممكن تحصل في الفي بي سي رقم واحد ان الفي بي سي لينك نفسها تقع صح؟ يعني لو جيت عملت كده الفي بي سي نفسها تقع صح كده؟ وبالتالي ايه اللي يحصل؟ المفترض دلوقتي ده كان الراجل ده primary وده كان secondary صح؟ من ناحية ال control plane في ال data plane الاتنين بياخده active active طيب ازاي هنهندل الموضوع ده؟ ازاي ال switch ده كوري اتنين يعرف ان المشكلة في الكيبل مش في switch تاني يعني انا هرسم لك دلوقتي ده دلوقتي السيرفر صح؟ او switch يعني بالنسبة لي الموضوع مش هيفرق كتير هناخد المثال كده كده كوري اتنين لاحظ ان primary هو اللي بيهندل موضوع ال spanning tree صح؟ لانه هو primary اللي هيحصل دلوقتي تركز معي ان الفيل اللي حصل في ال link في ال vbc link اذا secondary device هيعمل ايه؟ هيعتبر نفسه primary صح؟ لانه مش هيشوف ال primary switch صح كده؟ فيقول انا ايه؟ انا ال primary ويبدأ يشتغل ال bridge id بتاعه اللي هو مش شبه ال bridge id التاني لانه قرر انه يبقى primary فهيبقى مختلف عن switch الاساسي صح كده؟ وبالتالي ال network كده اصبح فيها ايه؟ dual active او بسعب نسميها split brain خلاص؟ brain ففي الحالة دي نعمل ايه؟ هنخسر طبعا اتنين active في ال network دي كارسة وده حصل نتيجة انه لما layer two link دي وقعت secondary switch فكر او اعتقد انه ممكن يكون ال switch completely failed صح؟ ده نتيجة انه مقدرش ياخد كيبا لايف دي ففي الحالة دي عملنا ال layer التانية من ال protection اللي هي layer three keybalives ايه اللي يحصل؟ عشان افرق ان الوقوع ده وقوع switch ولا وقوع link ناخد نفس السيناريو والله ال link دي وقعت اهي صح؟ نعمل ايه؟ هيلائي secondary switch ده ان still جاي له كيبا لايف زمن ال primary على layer three link صح؟ فبالتالي يعرف ان ده سيناريو dual active ان ده مشكلة vbc link وساعتها يعمل ايه؟ يعمل shut down لكل ال ports الممبر في ال vbc يعني اي بورت طبعا البورت ده كان vbc والبورت ده كان vbc صح؟ لانهم عاملين مع بعض port channel يعني vbc واحدة ساعتها لما يحصل dual active detection او split brain كل البورت ده هي اللي دخلة جوة port channel يتعمل لها suspend عشان نعمل ايه؟ نحل مشكلة ال vbc دي وبتالي link بس دي اللي تبقى active في السيناريو ده يبقى عارفنا في حالة الفيلير اللي بيحصل وايه؟ هدف layer free link عشان تعمل لي dual detection طيب بعد كده هنحل مشكلة اللوب يعني ايه؟ لوب تعال نبص مع بعض كده انا بحاول دايما نحط الرسمة التانية قدامك عشان تتخيلها وأنا برسم نفس الرسمة كده اهو c1 c2 دي vbc ما بينهم تعال نتكلم عنها شوية وهنا السيرفر بتاعي خلاص؟ مبدئيا ال vbc link ما بتشيلش traffic يا جماعة يعني ال vbc link دي not designed ان هي تشيل any kind of traffic يعني ما ينفعش الترافيك يطلع من السيرفر خلان قولي ان في عندي server 2 خلاص واصل كده واصل كده واصل كده ما ينفعش الترافيك يطلع من السيرفر يمشي على الخط الأحمر داي يعني يمشي كده خلاص؟ ويطلع يمشي على vbc ويروح للسيرفر ده ما بيحصلش خلاص؟ هو بيحصل في كيس معينة لكن ده ما بيحصلش دلوقتي خلاص؟ يبقى ال vbc link مش مصممة ان هي تشيل traffic إلا في الحالات الآتية واحد البرودكاست والمالتيكاست والأنون يونيكاست فلودينج اللي هو بيبعد في الأول لو الماك اجري ستيبل ما فوش الديسنيشن ده يبقى ده نوع من أنواع الترافيك بيطلع يمشي على ايه؟ على ال vbc link البرودكاست والمالتيكاست والأنون يونيكاست حلو؟ طيب رقم اثنين لو حصل عندي orphan يعني orphan device لما يحصل كده شايف السيرفر ده أنا هاجب الأخضر كده وأقول لك أن أحد لينكاته في ال vbc وقعت لأن من المفترض كان الترافيك يمشي كده بص اللي احنا بعملنا بالأحمر ده ما ينفعش كان المفترض يطلع كده الترافيك يمشي هنا ده الديفولت لو مش يمشي على ال vbc يطلع كده ويرجع يمشي في اللينكة دي صح؟ عشان يوصل للسيرفر طيب لو أنا جيت قلت لك أن اللينكة دي بتاعت السيرفر ده راحت كده وقعت خلاص أصبح السيرفر ده اسمه إيه؟ orphan server أو orphan device صح؟ إذن ما فيش أي مجال للترافيك إلا أنه يخرج إزاي؟ يا يخرج من هنا خلاص لو اللينكة دي هي ده في اللوت balancing بتاعه فتطلع كده وتنزل كده طب لو هي أصلا مش ده اللوت بالانس بتاعه يعني ده مش الديسيجن بتاعه كانت اللينكة لازم تطلع من هنا فالترافيك هيطلع كده بالأسود أهو هيطلع يمشي كده خلاص يطلع للكور والكور يلاقي ان الديستنيشن دي ليرنت بس على مين؟ على ال vbc link وبالتالي في الحالة ديت يطلع على ال vbc link ويروح للسيرفر عن طريق اللينك دي أوكي يبقى في حالة ال orphan traffic بيطلع برضو على مين؟ على ال vbc link خلاص طيب كون ان ال traffic يقدر يطلع على ال vbc link يا جماعة معرضين للوب خلاص معرضين للوب ازاي؟ ركز معايا نجيب الرسمة تاني برضو من الاول اها هنعرض للوب بالمنظر ده سي وان سي تو وادة السيرفر اذا فيه capability ان الترافيك يمشي في ال vbc link لأي خطأ ما من النتورك الترافيك ممكن يعمل كده يطلع يمشي كده ويمشي في ال vbc link ويخرج تاني هنا والسيرفر يعمل ايه؟ يرجع يكمله مرة تانية بالمنظر ده حالو يمشي كده يمشي كده خلاص تقال لك لأ عشان نعمل loop prevention طبعا مفيش سبانينج 3 هنا ندول 1 switch خلاص قال لك فيه قاعدة مهمة جدا ركز حفاظها كويس قوي لو فيه ترافيك دخل switch traffic داخل switch من vbc member board خلاص وفي نفس الوقت تطلع على ال vbc link اللي هي ال vbc peer link مستحيل اخرجه على member board خلاص كده ما يخرجش على member board الحالة الوحيدة ان الترافيك يدخل من member board ويمشي على ال vbc link انه يخرج لأورفن بورت خلاص كده يبقى ده الكيس الوحيدة عشان نقدر نمنع اللوك فبالتالي الحالة دي لو السيرفر ده اصلا اورفن بورت خلاص اوكي الترافيك يطلع له عادي جدا مفوش مشكلة هتلاقي الرسمة بقت بالمنظر ده عشان تتخيلها بقت كده خلاص مش محتاجين الرسمة ده c1 واده c2 s1 ده اللينك بتاعته واده s2 دي اللينك بتاعته كده وده vbc peer link تعالى ده كده member port خلاص نقول ان ده اصبح ايه اللينك ديت راحت صح اللينك ديت ايه راحت اصبح البورت ده اسمه ايه اورفن بورت اذا الترافيك عادي ممكن يجي كده اهو يدخل من السيرفر ده يدخل هنا من member port وهيطلع يمشي على ال vbc link صح لاحظ ان احنا هنخرجه فين هنخرجه بس في الورفن بورت لو كان بروتكاست مثلا فمش هيخرج هنا لاحظ لان ده ايه member port لا مش هيخرج هنا وهيخرج بس في الورفن بورت وبالتالي كده قدرنا نمنع اللوب فين في ال vbc domain اوكي اذا هو ده كل ما يخص مصطلحات ال vbc لو رجعنا مرة تانية للبرزنتيشن بتاعتنا نقدر نبص على جزء الconfiguration لو اخدت دي control c ونيجي هنا control v حلو اه بالنسبة للconfiguration اه سهلة جدا ركز معايا اول حاجة محتاجين نقوم ال vbc اذا ده command domain feature vbc بنعملها على ال two switches اهو لاحظ انك بتconfigure ال two switches طيب لاحظ انه نفس ال domain id نفس ال domain id مئة ومئة صح كده طيب خطوة رقم اثنين دي بتحدد ال pier keep alive command ده كله command واحد بالسطر ده بتحدد ايه بتحدد layer three keep alive اللي بتتم بين two switches مع بعض لو فكرك بالرسمة c1 c2 دي ال vbc pier link حلو ده كان ال out of band management وده ال out of band management صح بص ال command كده قراه تحت ال vbc ده ومين بقوله ايه pier keep alive خلاص destination destination مين ده ال ip address بتاع اللي قدامي اذا اقدر استنتج ان هنا عشرة zero zero او سورة عشرة واحد واحد ستة وعشرين ده اي بي مين المانجمنت انترفيس اللي هنا خلاص لاني بقول لهو pier مع ال ip ده ده destination بتاعتك طب استخدم السورس مين بقى وانت طالع لاحظ ان واقف على c1 استخدم الاي بي ده وانت طالع اذا الاي بي بتاع المانجمنت هنا عشرة واحد واحد خمسة وعشرين الله هلما في نفس السابنت اهو بص هنا حدد له vrf default حلو vrf default اذا السيناريو اللي بيتشرح عليه الرسمة ده مش out of band management لا ده ده انترفيس عادي ممكن يكون جيجا اثر نت واحد على واحد مثلا عادي انترفيس عادي جدا خالص بقوله استخدم الانترفيس ده ده السورس اي بي وده destination اي بي اللي ببينج عليهم ليه اعرفت منين لانه لو كان بيستخدم ال out of band management كان كتب vrf management وصلت عشان طبعا نرجع للفيديو ال vrf هنفهم الموضوع ده كل انترفيس بيبقاعد في روتينج تابل مختلف طيب يلا نكمل مع بعض راح بعد كده على انترفيس تسعة على واحد وتسعة على واحد وعشرين واثنين وعشرين اللي هما تو انترفيس دول اذا هيكون ده الانترفيس واحد وعشرين وده اتنين وعشرين دول التو انترفيس اللي هيعملوا في بي سي مع بعض بيكونوا ليير تو ترانك ونوعهم في بي سي بير لينك لاحز الانترفيس او سويتش بورت وحطوهم في بورتشانل عادي خالص او صح لحد هنا configuration موجودة حطها في بورتشانل اي دي رقم واحد حلو وبعد كده راح على مستوى الانترفيس بورتشانل نفسه عاملوا ترانك هي ده اهم كمهدد ده الكوماند الجديد س shot بي بي سي بير لينك راح قلت اتنين المورت شانل اللي كانتت من لديistas me واحد نوعها في بي سي بير لينك خلاص يبقى دي البي بي سي بير لينك بتاعتي similar كمهده على فكرة موجودة لحد هنا موجود لحد هنا فين في السويتي التاني اذا عملت هنا البي بي سي بير لينك وهنا البي بي سي بير لينك باي ان انا خلاص كده الفي بي سي قام بايدوي يا جماعة قام على مستوى اللير 2 وقام على مستوى اللير 3 لو عملت شو في بي سي استاتيستيكس خلاص او رول هيعرفك مين البرايمير ومين الساكنري والاوبشنز دي كلها اوكي طيب بقي عندنا بعد كده ان احنا عندنا نفطر خيانا نفطر الده سويتش او سيرفر عادي نسبة لي مش هيفر كتير عندنا انترفيس تسعة عشرين في السويتش ده وتسعة عشرين في السويتش ده محتاجين نعمل ايه نقول ان دول اصلا في في بي سي صح لاحظ ان اللي حصل لنا دخلت على تسعة عشرين بس هنا تسعة عشرين في سويتش ايه خلاص وقلت له ايه ان هو سويتش بورت وانه هو في تشانل جروب اسمها اتنين جاست نامبر يعني ده انا حطيته في بورت تشانل اتنين هتقول لي يا بش مهندس ده ده انترفيس واحد فيني الانترفيس التاني هقول لك الكلام ده كان فيه بتاعة مين بتاعة الكاتاليس سويتش كنت بتحط الانترفيس بتاع السويتش ده والسويتش ده في بورت تشانل واحدة لانه كان الكونفجريشن من مكان واحد انما هنا الكونفجريشن من تو بليسس فافتكر دايما انك حطيته في channel group رقم اثنين يعني الBO هنا بو رقم اثنين ده port channel ID ولاحظ انك لما رحت للport channel بعد كده عملته trunk وقلت له vbc ID ده vbc ID مش لازم يكون نفس رقم الport channel اللي كاريتت منها خلاص يعني ممكن احط ال vbc هنا عشرة خلاص مش مهم بس لازم الانترفيس ده لما تيجي تكون فيجره على السويتش التاني اهو لاحظت عمل اهو وفي port channel مش لازم تكون نفس الرقم يهمني يكون نفس vbc ID يعني لو عملت vbc ID هنا عشرة لازم ده يكون عشرة وبالتالي يكون هنا عشرة عادي جدا ممكن يكون الport channel ده اثنين وهنا اربعة عادي لأ سوري الport channel هنا يكون اثنين برضو لانه مهمة نفس الport channel لكن مهم جدا ال vbc ID بتاعي يكون ايه identical معاه واصلت يبقى اذا الport channel وال vbc ID يكونوا شبه بعض في الطرفين خلاص بس مش لازم ال vbc ID يكون نفس الport channel مش لازم ده يكون نفس ده واصلت اذا ده من كل دي configuration من ناحية مين ال two core switches من ناحية ال access switch عادي جدا نخش على الانترفيس ده والانترفيس ده الاتنين مع بعض وتحطهم في نفس الport channel وتعملهم خلاص اصبح كأنك بتكوننكت ب one switch configuration سهلة جدا ما هيش صعبة زي ما اتفقنا هنعمل اللاب بتاعنا مرة واحدة ان شاء الله لما نيجي نكونفجر ال rent ال rex بتاعتنا هنعمل لانه كده كده من ضمن ال steps اللي هتأخلين او ال rex كله مع بعض اوكي اتمنى ان كان الفيديو ده مفيد ليك حاول تدور اكتر ممكن تعمل search على الانترنت بلس كمان الفيديوز خاصة ال INE يعني INE عنداش روحات فيديو وبيطبقوا على switches بتاعتهم تقدر وانت بتراجع الفيديو ده اكيد طبعا بيكون عندك اكتر من resource الفيديو العربي اللي انا بقدمه وعندك كتاب ال official certification جايد بلس انك ممكن تزود معلوماتك انك تشوف فيديو ال INE فيديو وتشوف ال configuration ويبتتطبق live قدامك لحين ما احنا نطبق مع بعض جزء ال configuration في ال rec rental ان شاء الله اتمنى ان كان الفيديو مفيد ليكم اشوفكم الفيديو جاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته